اشتركوا في القناة الوطنية المجيدة في ضوء أواصر الأخوة التاريخية والتعاون والتكامل في شتى المجالات كما أنها تأتي في ظل إنجازات تنموية وحضرية مستدامة تشهدها الكويت في ظل القيادة الحكيمة لأمير دولة الكويت وولي عهده في مختلف القطاعات وعلى الأصعدة كافة تربط مملكة البحرين بشقيقتها دولة الكويت الشقيقة علاقات تاريخية راسخة على مدى عقود طويلة من الزمن فلطالما اتسمت العلاقات البحرينية الكويتية بالرسوخ والازدهار في إطار حرص قيادتين البلدين على تنمية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة علاقات أخوية راسخة ووطيدة تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة والتي تستمد مقومات تميزها وتطورها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري وما يجمعهما من أواصر الدم والنسب ووشائج القربة لطالما اتسمت العلاقات الأخوية البحرينية الكويتية بالرسوخ والازدهار في إطار حرص قيادتين البلدين على تنمية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية باعتبارها أنموذجا للأخوة ووحدة الرؤى والمواقف في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحرص على تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والإسلامية وفي إطار الروابط الأخوية التاريخية والقواسم المشتركة تشهد العلاقات البحرينية الكويتية تطورا ملموسا على كافة الأصعد والمستويات ومن ضمن ما يؤكد على هذه العلاقات الراسخة إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين الشقيقين وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي والسياحي والجوي والثقافي والتربوي والإعلامي ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون في مجالات متعددة إلى جانب ما تشهده العلاقات الاقتصادية من تطورات إيجابية ويواصل البلدان تعاونهما تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصهما على تعزيز المكتسبات الوحدوية منذ إنشاء المجلس عام 1981 كأحد أنجح التكتلات الإقليمية والدولية بفضل ما يجمع دول المجلس وشعوبها من وحدة دينية وتاريخية وثقافية ولغوية وجغرافية ترجمة نانسي قنقر